وأوفوا الكيل إذا كلتم الخطاب هنا لمن يكيل والمراد به البائع وهو الذي يدفع المكيل والمكيل السلعة والذي تدفع إليه السلعة هو المكتال وهو المشتري فالواجب على البائع أن يوفي الكيل واستعمال الظرف إذا وأوفوا الكيل إذا كلتم يدل على لزوم الوفاء بالكيل في كل زمان وفي كل معاملة فيها كيل وقد توعد الله المطففين والمطففون من لا يوفون الكيل فيستوفون إذا كان الكيل لهم وينقصون إذا كان الكيل لغيرهم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر